بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بنستكمل التطبيقات على الفليوتستاتيك وهندرس موضوع مهم جدا بالنسبة لنا وهو حساب الهايدرستاتيك فورس اللي هو حساب القولة يدرك على الأسطح المستوية وبنقول عندنا الموضوع بتاعنا زي ما اتكلمنا الهايدرستاتيك فورس اون بلان سيرفز انا عندي وضعية البلان سيرفز داخل الماء حنقولنا انا عندي بريشر عندي سطح يبي ازن عندي فورس أنا هتكلم على فرص فرص دي Vector Quantity يبقى لازم أحدد 3 حاجات مهمين مقدار واتجاه ونقطة التأثير فإحنا بناخد أول حالة عندنا لو أنا السطح عندي موضوع أفقيا بالشكل اللي قدامنا ده ويبعد من السطح الحر للسائل مسافة H إحنا عادة بنعبر نصف الحر ببعض المراجع بيحط اللي هو علامة مسلس مقلوب وبعض الراجعة ما بتحطهاش لكن إيه هو Free Surface هو السطح المعرض لضغط يعادل قيمة الضغط الجوي يعني السطح المعرض للأتمسفير بابتدي أحسب الفرص اللي موجودة قدامنا فعند السطح الأولاني لو جيت بالسطل للبرشر هل لاتوزيع البرشر بالشكل ده بيضغط عندي على السطح بهذا الشكل فبتنشأ عندي فرص قيمة هذه الفرص طبعا نتيجة الارتفاع عندنا واحد والسطح أخطي فالفرص دي متساوية قلها قيمتها γاما بجمعها بتديني resultant فرص اللي بتأثر عندي وبتأثر في النقطة بنسميها مركز الضغط C B أو Pressure Center يبقى الـ F اللي موجودة عندي هي محاصلة هذه القوة بجيبها إزاي بقول إنه الفرص بتساوي الـ Pressure في الاريا طبعا عندي الـ P في الـ A الـ B عبارة عن غاما يبقى غاما يبقى ده قيمة الفرص طب اتجاه هذه القوة إيه زي ما أنت شاهد Vertical Force يبقى الفرص دي Vertical Force بتأثر فين؟ زي ما قلنا بتأثر في Center of Pressure وفي حالة الوضع اللي بيكون السطح موضوع أفقيا بيبقى Center of Pressure هو مركز ثقل الشكل اللي موجود قدامنا سواء إزا كان شكل Rectangular أو Circular أو Whatever أنا أقدر أحسب برضو هذه الفرص بطريقة تانية بساطة جدا لو أنت شفت المقدار ده يعني أقدروا الـ F V في الحالة دي بتساوي غاما الـ H في الإيه هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الفوليوم هي عبارة عن غاما في الفوليوم بتاع الشكل اللي موجود قدامنا ده يعني بتساوي الـ Weight Off Fluid Above The Surface ودي معلومة من أنه هلكم إنها أقدر 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 بريشر في أريا أو أحسب وزن الفلاويد اللي موجود على السطح القفضي عندنا طب تعلم بص كده مع بعض هذه القوة زي ما قلنا اتجاهها Downward الأسفل بتأثر في مركز الضغط وعمودية على السطح يبقى انت حددت المقدار والاتجاه ونقطة التأثير لما نشوف طب الأمر عندي سطح مائل موجود داخل مع السطح اللي قدامنا ده ده سطح Inclined ممكن المسقط بتاعه زي ما نحن قلنا ياخد أي شكل عندنا ياخد دائرة ياخد مستطيل أنا بعمل إيه بمد الخط ده لحد ما تقطع مع السيرفز بتاعنا الفري سيرفز وبافطل عندي Access O O بيوازي Access المار بمركز الثقة اللي موجود عندنا طب أنا لما بص لتوزيع الضغط هنا باللقاء الضغط هنا مثلا قيمته وهو غامف H واحد غامف H اثنين غامف H تلاتة وهكذا الحد الموصل هنا توزيع الضغوط هنا مش متساوي زي ما كان في حالة الأفضي وبالتالي أنا عشان قدر ادي قيمة ال F مش هقدر اشتغل ثلاثة لباخد element من الفريوود بقول هذا ال element بيبعد رأسيا من سطح الحر مسافة H وعى المائل اللي هو بيوزاوية سيتا ده يبعد لحد Access O مسافة Y طب مركز ثقة اللي موجود عندنا وهو Cg بتاعنا يبعد رأسيا عن السطح الرأسي مسافة H بار المائل بتاعه Y بار وبعدين عندنا الفرس بتأثر في النقطة هنا وريبة لأن القوة كل ما زاد العمق بتزداد القوة يبقى المحصلة بتمهيل ناحية القوة الكبرى في نقطة بنسميها Cp يبقى المسافة الرأسية بتاعتها أو المسافة بنسميها Y Cp يبقى أنا عرفت هذه المعلومات أبتدأ شوف إحنا قلنا هناخد عنصر D A يبقى أنا هحسب الفرصة على area D A يبقى بدلا ما قلت بحسب F هحسب D F وبعدين أكملها أجيب F يبقى F عندنا يبقى D F عندنا هنا لما أجيب F يبقى دي أصبحت F بتساوي تكامل هذا المقدار يبقى F بتساوي الجاما في H D A لأننا قلنا الجاما في H بدين بريشر باخد العوام مشترك حدثة بتبرع عام التكامل يبقى F عندنا يبقى F عندنا بتساوي جاما سين سيتا في تكامل Y D A إحنا بنسمي من الدراسة بتاعتنا السابقة في الميكينيك الهندسية أن تكامل Y D A نسميه الفيرست مومنت في area طيب الفيرست مومنت في area ده بيجي إرجع أبقرك بالمعادة العديمة تكامل Y D A بيساوي المسافة Y bar في A المسافة من مركز بين مركز الأكسس مار مركز ثقل والأكسس U U اللي احنا أخدناه يبقى F الموجودة عندنا هتساوي جاما سين سيتا أشيل وعوض بالY bar بدلالة يبقى الY bar سين سيتا هي الH bar هوصل للعلاقة اللي قدامنا المهمة جدا اللي هي أنه F بتساوي جاما في H bar في A يبقى أول حاجة عدم يقدر الفرصة في حالة السطح المايل واتجاهها عمودية على السطح يبقى علشان أكمل الكلام بتاعنا لازم أعرف نقطة التأثير فين وده اللي احنا نستكمله ان شاء الله في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة